بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحباب في الله يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعَلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ أما بعد أحباب في الله هايتجدد بنا اللقاء واليوم سوف نعيش مع قصة للصحابية الجليلة وهي رفايدة بنت سعد الأنصاري رضي الله عنها وأرضاها واسمها رفايدة الإسلامية بنت سعد وقيلة كانت تسمى بقعيبة بنت سعد وهي صحابية وممرضة كانت تعمل ممرضة عاشت في أواخر العصر الجاهلي وأدركت الإسلام وعرفت بأول ممرضة في الإسلام صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولدت في المدينة المنورة في قبيلة أسلم وتعلمت الطب من أبيها نشأت في عائلة لها صلة بالطب كان والدها سعد الأسلامي وأخذت منه وتعلمت منه الكثير في أمور الطب أسلمت بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وشاركت في غزوات كثيرة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت تداوي الجرحة وكانت تداوي الجرحة في غزوة الخندق وأقيم لها خيمة في المسجد النبوي وذلك للتداوي وأمور الطب وكانت هذه الخيمة تستعمل في السلم والحرب فكان يأتيها المرضى وكانت معها بعض الصحابيات منها عائشة رضي الله عنها وارضا كانت تعلمهن التداوي والطب وأمور الطب فكان مرضى أهل المدينة سواء إذا كان في الحرب أو في السلم كانوا يستخدمون هذه الخيمة صلوا بنا عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعندما أصيب سعد بن معاذ بسه أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتحول إلى خيمة رفايدة وأن يذهب إلى أمر الصحابة بأن يأخذوه إلى خيمة رفايدة وقد أصيب أكحل والأكحل يوجد فيه الزراع وهو عبارة عن وريد أصيب فيه بسهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضا ف ذهب إلى خيمة رفايدة وكانت تداوي جراحه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر صباحا ومساء ويسأل عن صحة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه ويقول كيف أصبحت وإذا جاء الليل يقول كيف أمسيت حتى جاءت الليل التي جاء فيها قومه ونقلوه إلى بني عبد الأسهل إلى منازلهم كانت رضي الله عنها وارضاها تداوي الجرحة وتلم الشعث وتقوم على الضائع رضي الله عنها وارضاها وكانت تداوي مرضى أهل المدينة المنورة وكانت رفايدة تقوم ببعض الأعمال ولها بعض النشاطات فكانت من الأمور التي كانت تقوم بها وتهواها أنها كانت قارئة وكاتبة وقد ميزها الله سبحانه وتعالى ومن عليها أنه أعطاها ثروة كبيرة كانت صاحبة مال كثير وكانت وكانت تنفق مالها الخاص على الدعوة وعلى نصرة دين الله دين الإسلام وكانت تجاهد بالمال وتجاهد بالنفس كل ذلك في سبيل الله رضي الله عن رفيدة وكانت تذهب للغزوات وينتقل معها الخيمة التي كانت تداوي فيها الجراح وكانت تحمل أدواتها على البعير والجمال وكانت هذه الخيمة تحمل أدوات الطب واحتياجات الطب وكانت تستعمل الأدوية والأعشاب رضي الله عنها وأرضها كانت تحمل هذه الأدوات فوق ظهور الجمال والبعير وكانت تنسب وتقيم الخيمة بجوار معسكرات غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكانت تتفقد أحوال الجرحة وحينما ينقل المصابين إلى الخيمة كانت تشارك هي والصحابيات ومنهم السيدة عائشة رضي الله عنه وعرض كانوا يشاركنا في تداوي هؤلاء المصابين وكانوا يذهبون في وسط الجرحة ويأتون إليهم بالماء رضي الله عنهن أحباب الكرام صلى عن نبي محمد صلى هذه الخيمة هي أول مستشفى ميداني مسجل في التاريخ هي أول مستشفى ميداني مسجل في التاريخ وذكر أنها اشتركت في غزوة خيبر وقد أسهم لها النبي محمد صلى ودرب لها بسهم من الغنائم سهم رجل وذلك لتقدير خدمات السيدة رفيدة بن سعد الأنصاري رضي الله عنها وأرضها وكانت تلقى بلقب الفذائية لدخولها أرض المعارك لحمل المصابين ونقلهم إلى خيمتها وكانت تراعي المرضى وتسهر على راحتهم ومداوتهم رضي الله عنها وأرضها هذا أحبابنا القرام نبذة عن السيدة رفيدة بنت سعد الأنصارية وهي أول ممرضة وصحابية اهتمت بشؤون الطب واهتمت بالتداوي وقد أخذ ذلك من والدها الذي علمها كثيرا من فنون الطب وهو سعد الأسلامي وبدأت تهاجر إلى المدينة المنورة ويكون لها دور بناء ودور فعال في خدمة المسلمين ومداوات الجرحة والمصابين فكان لها أثر بالغ في دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد علمت كثير من الصحابيات فنون الطب وفنون التداوي رضي الله عنها وأرضاها هكذا مثال مثال المرأة الصالحة المخلصة تقف تقف بجوار الحق وتقف بجوار طريق الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخدمة الإسلام وخدمة المسلمين في وجوه الخير ورسالة إلى البنات والفتيات والزوجات والأمهات بأن يسلكنا سبيل رفايدة كيف ضحت بالمال والجهد خاصة أنها رفايدة رضي الله عنها وردها كان صاحبة ثروة كبيرة لم تكنز هذه الثروة وتحرس عليها ولا تنفقها في سبيل الله سبحانه وتعالى بل علمت أن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى وأن الله مبتليها في هذا المال فنجحت في هذا الاختبار وهذا الامتحان بأن سخرت هذا المال في سبيل الدعوة وفي سبيل شراء مستلزمات الطب لمداوات الجرحة فانظر اخي الكريم كانت لا تبخل بهذا المال على احد وكانت تنفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين من مالها الخاص وتنفقه في الغزوات التي كان يكون بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لعلى كلمة الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله ونشر الدين الإسلامي فيتعلمنا منها المؤمنات والفتيات كيف تضحي المرأة وتبذل الغالي والنفيس في سبيل نشر الدين الإسلام وفي الدعوة إلى الله سبحانه وطعالى وهذه الرسالة موجهة خاصة إلى الأغنية من السيدات بأن الله سبحانه وطعالى قد من عليك كنا بالمال فماذا قدمتم لدين الله سبحانه وطعالى فلابد من البحث على سبل الخير ووجوه الخير لكي ننال الشرف عند الله سبحانه وتعالى فالله فالله وضع هذا المال بين أيدي يكون لكي يختبر كيف تصرفون في هذا المال فهنيئا لمن رصد هذا المال في خدم الدين الله سبحانه وتعالى وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهناك الكثير والكثير من الأفكار التي على المرأة المسلمة أن تتبناها لكي تنشر دين الله سبحانه وتعالى فمن الناس من السيدات من تقوم ب مساعدة العرامل والمساكين والمحتاجين واليتامة وتخصص لهم يعني دخل شهري أو نفقات كلما يعني كلما استطاعت لذلك سبيلا وكذلك يعني من السيدات من يشتريين مصاحف ووزعونها وقف لله سبحانه وتعالى ومن النساء من يكمون بعمل سكية للماء في الطرق وسبيل للماء يشرب منه الناس كذلك كذلك الاهتمام بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى ونشر دين الاسلام كل هذه من سبل الخير التي اذا فكرت المرء المسلمة كيف تخرج مالها فسوف تجد الكثير والكثير من الافكار الخيرية التي تساعد بها الناس وتساعد بها المسلمين وتساعد بها المسلمات رزق الله سبحانه وتعالى الامهات والزوجات والفتيات سبل الخير وارشدهم الى طريق الخير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم تبتم وطابط اوقاتكم وجزاكم الله خير على حسن الاستماع شكر الله لكم واحسن الله اليكم ونحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي الكرام اشتركوا في القناة